كمان اللي عايز اتكلم عليه فريلي جدا حتت انه من مبارح تقريبا بعد الظهر كده بنشوف على السوشال ميديا سور لجمهور الزمالك ويمكن اول ترحال شفته اول صفر بدأ للجمهور تقريبا كان من اسوان وترحال اسوان حوالي 12 ساعة و 10 ساعات بالقطر جمهور الزمالك بدأ يحشد ويشجع نفسه عشان يروح المباراة قبل ما ادخل الهواء يمكن فيه سور وفيديوهات جايبين على حضراتكم بعد قليل ولكن جمهور الزمالك بدأ خلاص كله اللي جاء من المحافظات تقريبا كله وصل كله مستعد قبل الماتش بحوالي 8 ساعات النهاردة بإذن الله بإذن الله لعيبة الزمالك على موعد مع اول تتويج كار يشهده استاد القاهرة منذ 2003 2003 يعني وقت التغلب على الوداد المغربي في السوبر افريكي بنتيجة 3 اهداف مقابل هدف ان شاء الله يا رب ان شاء الله تعدي المباراة كده بقى ندين يعني زي ما احنا بنقول بسهولة وسلاسة دايما نادي الزمالك معودنا اي مباراة واي بطولة حتى لو بتلاعب مع احترامي الكامل لكل الفرق لو بتلاعب مركز شباب تلاقي المباراة مع اقربة بنفوز الحمد لله ولكن بجي لنا ضغط وسكر ويبن الجلد فابنتمنى مباراة هذه ان شاء الله نبعد عن السنانية ده النهاردة يعني بكل سهولة من شوط الاول ان شاء الله نرايحنا يا رب يا رب اكيد وزي ما انت قلت اح مش هايزين اللعيبة تستسهل يا جماعة المباراة مش هايزين اللعيبة تقول احنا محتاجين هدف واحد وخلاص احنا كده حصدنا اللقب لا ينفعش يبقى فيه اي استسهال زي ما قلنا اعملوا كل اللي عليكو علشان ترجعوا الجماهير اللي بتيجي بجد دي سايبة كل اشغالها وسايبة كل حاجة عندها عشان تجي تشجعك وتدعمك وتدعم النادي ده والحقيقة هم محتاجين يفرحوا يعني يا جماعة عدينا بفترات نادي زي ما لك دايما زي ما انت بتقول يعدي بفترات يعني صعبة جدا ولكن يمكن بقى ده يعني يعني زي ما بنقول كده هدية من اللعيبة للجمهور بعد الفترة الاخيرة اللي هم عدوا بيها فترة كانت صعبة حقوق الحقيقة انت حسن الجمهور يفرحوا حق المهور اه طبعا بزيت الجمهور دايما عانا كتير او وزي ما انت قلت احنا دايما بطولاتنا صعبة بطولاتنا وما بناخدش طبعا بطولة بالسهل يعني شايفين ان هي ماشية كده تعرب يعني حد يقول ان انت في دور 32 تلاتين بتكون بتلاعب ارتسولر ما احترمنا الكامل ليه فوق دماغنا ولكن بتلاعب ارتسولر مباراة تخسر هناك 2 والشوت الاول يدخل فيك جول تبقى في 45 ديئة محتاج حوالي 4 اهداف والزمالك بيعملها بزيبت وشفت بقى انت بنت يمينا يعني احنا لو اتكلمنا دلوقتي ليه يا جماعة الزمالك رجع تاني بالنتيجة وليه الزمالك قدر ان هو يفوز على خص مقلوة مع كامل احترمنا ليه هو فريقي يعني مش قوي ولكن طبعا النتيجة كانت صعبة ومحدش قال ان احنا نقدر نسجل اربع اهداف شوت بس ده حصل علشان الجماهير اللي جات تدعم وتساند والتاريخ بيقول يمينا زمالك زي انت قلت والحاضر ان شاء الله النهاردة هيقول زمالك وزمالك هيتسلح بقى النهاردة بالارض وبالجمهور لإقاف كتار نهضة بركان الفريق اللي يعني ماشي كويس قوي بالمناسبة لو هنتكلم عنه فريق مميز برا ملعبه ومش سهل ابدا جمهور وكمان جمهور محترم بيدعم وبيضغط لكن طبعا يعني هنتكلم علي الجمهور وما فيش زي جمهور نادي الزمالك عارفين يعني مهامه كويس قوي وبيجوا يعملوا دورهم بالشكل الامثل عشان كده احنا ضد اي رسائل لتسهيل المهمة دي يا جماعة النهاردة مباراة نهائية احنا متأخرين بهدف ولو واحد صفر سهلة بالنسبة لنا فالنتيجة صفر صفر برضو مش هتكون صعبة للخصم ان هو اجاي النهاردة طبعا يكيفح هو كمان علشان يحافظ على تقدمه في مباراة اذهاب